اهلا بيكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم بتاعنا بمجموعة السنافر واللي بتكون شخصياتهم مختلفة تماما عن بعضها كل واحد فيهم بيعمل الشغل بمطلوب منه في القرية وبنعرف ان اللي بيحكم القرية هو بابا صنفور وبتظهر كمان البنت الوحيدة في القرية واللي بيكون اسمها صنفورة وبنعرف ان اللي عملها هو ساحر شرير واسمه شرشبيل ولكن بابا صنفور قدر انه يحولها لشخصية طيبة بنروح للصنفور الزكي اللي بيكون اخترع جهاز للكشف عن قوة السنافر وبيجربه على السنفور القوي وبيكون طبعا مبسوط جدا لان اخترعه اخيرا نجح وبنشوفه بيدي لصنفورة الترياق اللي استخلصه من السنفور القوي وده علشان تكون قوية زيه ولكن الترياق بيقع من ايديها وبيفجر الجدار بتاع القوضة بتاخد بعدها السنفورة الجهاز علشان تجربه على نفسها ولكنها بتكون زعلانة لان الجهاز ما قدرش انه يتعرف على قوتها زي ما حصل مع السنفور القوي وبيفضل باقي السنافر يلعبه معاها علشان يعني ما تفضلش زعلانة بنروح بعدها للسحر شرشبيل اللي بيقدر انه هو يخترع مادة بتجمد اي حاجة تلمسها وفعلا بيجرب الاختراع بتاعه على الفار وبيقدر انه هو يجمده وبيفرح طبعا شرشبيل جدا باختراعه لانه اخيرا هيقدر انه هو يصطاد السنافر بيبص في المنزار وبيلاقي مجموعة من السنافر فبيطلب من السقر بتاعه انه هو يطير ويجيب له واحد منهم بنروح للسنافر اللي بيكونوا بيلعبوا في الغابة وبطير سنفورة للغابة الخطيرة وهناك بتلاقي عيون حد بيرقبها وبتفضل تجري وراه علشان تعرف هو مين لكنه بيختفي بسرعة وبتقدر سنفورة انها تاخد الطائية بتاعته بتحكي سنفورة لباقي السنافر اللي حصل ولكن فجأة بيوصل السقر وبيخطفها وبيطير بيها لبيت شرشبيل بيتعصب شرشبيل لما بيلاقي انها تبقى سنفورة وبتفضل تزعقله وبتطلب منه ان هو يخرجها من السجن ده لكنه مش بيوافق وبياخد الطائية اللي كانت في ايديها ولما بيسألها عن حكاية الطائية بترفض انها تحكيله عن اللي حصل بيوصلوا السنافر لبيت شرشبيل وهناك بيلاقوا ان شرشبيل بيحضر تعويزة جديدة لما بيستخدم شرشبيل خيط من الطائية علشان يقدر يعرف بيه مكان السنافر بتقوله التعويزة ان صاحب الطائية دي يبقى سنفور من نوع جديد وانها مش هتقدر تحدد مكان القرية اللي هو عايش فيها ولكنها بترسم له مجموعة اشجار علشان يوصل لها وهناك هيلاقي مكان السنفور الجديد بيلاقي شرشبيل نفس شكل الاشجار على خريطة في الغابة الخطيرة ولكنه بيقرر انه يوصل لهناك علشان يقدر يوصل للسنافر وبنروح للسنافر اللي بيقدروا انهم يخرجوا سنفورة من القفص ويهربوا قبل ما شرشبيل وحيواناته يمسكوهم في الطريق بيقابلهم سنفور وبياخدهم للبيت وهناك بيكون متعصب جدا وده لانهم دخلوا الغابة الخطيرة وكمان راحوا لبيت شرشبيل وبيقرر انه هو يعقبهم فبتقوله سنفورة انها هتحبسهم في قضتهم لمدة يومين وبالليل بنشوف سنفورة وهي بتجاهز شنطتها وبتروح للغابة الخطيرة وهناك بتقابل باقي السنافر وبنعرف انهم قرروا يوصلوا للسنافر اللي قالت عليهم التعويزة وده علشان يحذروهم قبل ما شرشبيل يوصل لهم بيدخلوا فعلا للغابة وهناك بيلقوا حشرات غريبة بطير في كل مكان حواليهم في نفس الوقت بيوصل شرشبيل للمكان وبمجرد ما بيشوفهم بيؤمر حيواناته انهم يمسكوهم بأي طريقة بتقع بيضة من بتاعة الحشرات فبيمسكها السنفور الغبي وبيجري بيها وساعتها بتجري وراهم كمان كل الحشرات لانهم بيكونوا معتقدين انه سرقل بيضة بتاعتهم وفجأة بتخرج واحدة من الحشرات نار من بقها على السنافر بيفرح شرشبيل طبعا لما بيشوف اللي حصل لانه بيكون معتقد ان السنافر خلاص ماته وبيقرر انه هو يسيبهم ويمشي وبنعرف بعدها ان السنافر ممتوش ولا حاجة وانهم وقعوا كلهم في حفرة ضلمة وكل واحد فيهم بيطلع الانبوبة اللي فيها الحيوانات المضيئة علشان يقدر يوصلوا البعض ولكن فجأة بتظهر حيوانات الارانب الغريبة وبتشيل السنافر وبتخرجهم كلهم للغابة بنروح لبابا سنفور اللي بيروح لسنفورة علشان يعني يعتزل لها عن اللي حصل في الليلة اللي قبلها ولكنه بيتفاجئ لما بيدخلوا القوضة وما بيلاقيهاش وبيتصدم اكتر لما بيروح لباقي السنافر وبرضو مش بيلاقيهم هما كمان وساعتها بيتأكد انهما راحوا للغابة الخطيرة بنرجع للسنافر اللي بيخيموا قبل ما بيكملوا رحلتهم لبيت السنافر الجديدة وهناك بتقول لهم سنفورة انهما لازم يوصلوا لهم قبل ما يوصل لهم شرشبيل وانهما هيكون اكتشاف جميل جدا لانهما اخيرا هيلاقوا سنافر جديدة يعيشوا معاهم اما في تاني يوم فبيكملوا رحلتهم في الغابة وبيوصلوا لنهر الامواج وبيخاف الانانب المضيئة من شكله وبيحاول انهوا يحذرهم منه ولكنهم مش بيهتموا بكلامه وبيعملوا مركب صغير علشان يقدروا يعدوا النهر ولكن فجأة في نص النهر بيظهر لهم شرشبيل اللي بيحاول انهوا يغرقهم في النهر لكنهم بيقدروا انهما يهربوا منه في اخر اللحظة اما شرشبيل واللي معاه فبيصطدموا بصخرة كبيرة وبيقعوا في المياه بيفضل ينادي على السنافر وبيطلب مساعدتهم قبل ما يغرق وبيفضل السنفور الزكي يقنحهم انهما ما يقدمولوش المساعدة ولكن باقي السنافر بتقول انهما لازم يساعدوا اي حد يطلب مساعدتهم حتى لو كان عدوهم وفعلا بيروحوا وبيساعدوا شرشبيل لكن بمجرد ما بيخرج من المياه بيرمي شرشبيل السنافر في المياه علشان يتخلص منهم ولكنهم بيقدروا انهما يوصلوا للشط في اخر اللحظة قبل ما يغرقوا بيطلعوا بعدها على جزيرة وهناك بيهاجمهم سكان الجزيرة وبيقدروا انهما يحبسوهم ما بين اخشاب الاسهم وبيجي واحد من السكان وبياخد سنفورة لكنها بتنباهل لما بتلاقي انها تبقى سنفورة زيها بيكشف باقي السكان القناع اللي على بشهم وبيطلعوا كلهم سنافر ولكن بيكونوا كلهم بنات بتتعرف السنافر الجديدة على سنفورة وبتقولهم انهما حاولوا يوصلوا لهم علشان يحذروهم من شرشبيل اللي كان عاوز ياخدهم ويستخدمهم في السحر ولكن السنافر مش بيصدقوا كلامها وبيكونوا مستغربين من اشكال السنافر الولاد وبتسألهم سنفورة اذا كان فيه اي سنافر ولاد عايشين معاهم على الجزيرة وساعتها بتوصل زعيمة السنافر وبتقولهم انه ما فيش اي سنافر ولاد معاهم بتقولهم سنفورة انهما لازم ياخدوا احتياطاتهم قبل ما شرشبيل يوصل لهم ولكن زعيمة السنافر بتفضل تطمنهم وبتقولهم ان مكان الشجر اللي هيروح لشرشبيل هو مستنقع اللي عودة وانه لو وصل للمكان ده هيموت هو وكل الحيوانات اللي معاه بتطلب الزعيمة من السنفورة عاصفة انها توصل للمكان اللي فيه الشجر علشان تتأكد ان شرشبيل هيموت هناك وفعلا بتتحرك السنفورة عاصفة وبتقرر انها تاخد معاها السنفور الغبي وده علشان هي مش عارفة شكل شرشبيل ولا حتى الحيوانات اللي معاه وبتطلب الزعيمة من كل اهل الجزيرة ان هما يعملوا حفلة كبيرة وده علشان يحتفلوا بالضيوف بتوحهم بنروح لشرشبيل اللي بيكون وصل للمستنقع وبيحاول ان هو هيخرج براه ولكنه ما بيكونش قادر وفي الطريق للمستنقع بيحكي السنفور الغبي للسنفورة عاصفة قصة سنفورة وان اللي عملها هو شرشبيل وساعتها بتتأكد عاصفة من احساسها ناحية سنفورة لانها ما كانتش متطمنالها من البداية وفجأة بيهاجمهم السقر بتاع شرشبيل بيحاول ان هو يخلص عليهم وساعتها بتطلب من السنفور الغبي ان هو يسوق هو الحشرة الطائرة اللي كانوا راكبينها علشان تقدر انها تخلص على السقر بنفسها بنرجع للسنافر اللي بيتكلموا مع سنفورة وبيطلبوا منها ان هما يرجعوا لقريتهم لانهم عملوا اللي عليهم وحذروا السنافر من شرشبيل خلاص بيوصل بعدها السنفور الغبي مع السنفورة عاصفة للمكان وبتقول السنفورة عاصفة وانه هو جاي في الطريق وكمان بتقولهم على قصة سنفورة وان اللي عملها هو شرشبيل اصلا وانها مش سنفورة حقيقية زيهم بيسمعوا صوت شرشبيل جاي من بعيد فعلا وبيقرروا ان هما يستخبوا وبتحس سنفورة بالزنب لان هي كانت السبب انها تعرض حياة السنافر للخطر بيكون كل السنافر مستعدين علشان يحربوا شرشبيل ولكن فجأة بيظهر بابا سنفور ومعاهل ارنب المضيق بيكونوا معتقدين في البداية ان هو يبقى شرشبيل الساخر ولكن سنفورة بتعرفهم عليه وبتقولهم انه يبقى بابا سنفور بيتكلم بابا سنفور مع زعيمة السنافر ولكن فجأة بيظهر شرشبيل وبيرمي كرات التلج عليهم وبيجمدهم بيفضل شرشبيل ينشر كرات التلج في كل مكان وبيقدر انه هو يجمد كل السنافر الموجودة في المكان وبيروح لسنفورة وبيشكرها لان الطقية اللي كانت معاها كانت السبب في انه يوصل لقرية السنافر وبيسيبها وبيمشي بتفضل طبعا سنفورة زعلانة لان هي كانت السبب في اللي حصل للسنافر وبيقرب منها الارنب المضيق وباقي الحشرات الموجودة على الجزيرة وبيفضلوا يشجعوها علشان تروح وتنقذ السنافر بنروح لبيت شرشبيل وبنشوفه وهو قاعد بيعمل تعويزة جديدة علشان يعني يقدر يستخرج قوة السنافر اللي هو جمدها بنشوف بعدها بابا سنفور وزعيمة السنافر وهم بيقدروا انهم يفتحوا الافص اللي كانوا فيه وكمان الافص اللي جنبهم وبيشبكوا اديهم في ادين بعض ولكن شرشبيل بيقرب منهم وبياخد جزء منهم وبيستخدمهم في التعويزة وفعلا بيقدر ياخد منهم القوة السحرية بتوصل سنفورة للمكان وبتقول لشرشبيل انها هتساعده علشان يوصل لقرية السنافر الاولاد ولكنها محتاجة في الاول جزء من القوة السحرية اللي معاه بيوافق شرشبيل على طلبها بكل سازاجة وبيديها جزء من القوة السحرية اللي معاه وساعتها بتقدر سنفورة انها تسحب كل القوة السحرية اللي في جسم شرشبيل وبيتحول بعدها لشخص ضعيف وبتقدر انها تتخلص منه وتنقذ باقي السنافر ولكن بنلاقي ان سنفورة اتحولت مرة تانية لقطعة من الطين وبنشوف بابا سنفور وهو بيدور في كتاب السحر اللي موجود في بيت شرشبيل على اي تعويزة يقدر يرجع بها سنفورة مرة تانية ولكن السنفور الزكي بيقوله انه مش هيقدر يرجحها مرة تانية بيرجعوا بها للقرية وهناك بنشوف كل السنافر والسنفورات وهما مشبكين ايديهم في بعض ووقفين حواليها وساعتها بنشوف سنفورة وهي بترجع لطبعتها مرة تانية وكمان بتكون مستغربة هو ليه السنافر وقفين كده وبيعيطه وبيفتح السنافر عينيهم وبيشوفوها وهي بتتحرك مرة تانية وطبعا بيفرحوا جدا وإحنا كمان معاهم وبيجروا عليها وبيحضنوها وبيحتفلوا كلهم بيرجحها ليهم مرة تانية وبس كده لحد هنا بتنتهي القصة والحلقة بتوعنا نتمنى يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلوكم من هنا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام سلام اشتركوا في القناة